أهلا بكم تعتبر فاكهة لفوكادو من الأطعمة التي تشتهر بطعمها اللذيذ والمرغوب من قبل البالغين والأطفال ولكن هل تعلم أن فوائد الأفوكادو الصحية ستشجعك على تناوله أكثر من قبل فوائد الأفوكادو الصحية عديدة ومتنوعة وهي من الفاكهة النادرة التي تحتوي على كمية جيدة من الدهون الأحادية غير المشبعة إلى جانب ما يزيد عن 20 معد وفيتامين ألفوكادو تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم يعد ألفوكادو مصدر جيد لحمض البنتوثينيك وفيتامين بي بالإضافة إلى فيتامين كيه يحتوي ألفوكادو على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الهضم بانتظام ويحتوي ألفوكادو أيضا على نسبة عالية من الماغنسيوم والفوسفور والحديد والبوتاسيوم فاكهة لافوكادو الطازجة تحتوي على الليكوبين والبيتا كاروتين والتي تعتبر من المواد المضادة للأكسدة وأعلى تركيز لتلك المواد تكون بالجزء القريب من القشرة الخضراء وتعمل مضادات الأكسدة على تقليل تلف خلايا الجسم الفوائد الصحية للافوكادو أول فوائد لافوكادو للقلب حيث يحتوي ألفوكادو على نسبة عالية من الدهون الأحادية الغير مشابعة والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويذكر أن المستويات العالية من الأحماض الأمينية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ولكن فيتامينبي وحمض الفريك الموجود في لافوكادو تساعد على خفض مستويات الأحماض الأمينية اختواء الأفوكادو على المواد النباتية الفيتو كيمبيكال يجعل له دورا كبيرا في تعزيز صحة النظر الفيتو كيمبيكال عبارة عن مواد تتواجد في انسجة العيون وتوفر حماية مضادة للأكسدة لها وذلك بهدف حمايتها من الأضرار المختلفة كتلك الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية كما أن الدهون الأحادية غير المشابعة في الأفوكادو تدعم انتصاص مضادات الأكسدة الذائبة بالماء بشكل أفضل مما يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي ويعتام عدسة العين نسبة البوتسيوم العالية الموجودة في ثمرة الأفوكادو تساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ومن المعروف أن البوتسيوم يساعد على تنظيم آثار الملح في الجسم من فوائد الأفوكادو احتوأه على نسبة عالية من الدهون الأحادية الغير مشابعة وهذه المواد تساعد على وقف مقاومة الأنسلين مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم علاوة على ذلك يمكن للألياف القابلة للذوبان الموجودة في الأفوكادو أن تحافظ على مستويات السكر ثابتة في الدم بالمقارنة مع غيرها من الفواكه الأخرى كما أن انخفاض نسب الكربوهايدرات والسكر الموجودة في الأفوكادو يعملان على الحفاظ على نسبة السكر في الدم يحتوي الأفوكادو على ألياف غذائية دهون صحية وفيتامينات بي سي اي وهذه المغذيات جيدة لصحة الكبد العامة وينتج الأفوكادو مضاد أكسادة تسمى الجلوتاثيون الذي يعزز قدرة الكبد على التنقية بالإضافة إلى أن هذه الفاكهة مفيدة لإصلاح خلايا الكبد وحمايته من المواد الضرة وتساعد في تنظيف الكبد من السموم المتراكمة ببساطة تناول حبة من الأفوكادو لمدة أسبوع واحد يعتبر جيدا لصحة الكبد وتساعد على تنشيط الكبد الجلوتاثيون هو أحد المضادات الأكسادة القوية المرتبطة بالجهاز المناعي حيث تشير الأبحاث إلى أن الجهاز المناعي يعمل بشكل أفضل إذا كانت الخلايا اللمفاوية تحتوي على مستوى متوازن من الجلوتاثيون ويعتبر الأفوكادو مصدر جيد لتلك المادة من فوائد الأفوكادو أيضا أنه يوجد به عناصر تعتبر مضادة للالتهابات ومنها أحماض بوميجا ثلاثة الدنية والتي تساعد في علاج التهابات المفاصل الأفوكادو خيار مهم للنساء الحوامل بسبب اغتوائه على كمية كبيرة من حمض الفوليك الذي يعتبر أمر ضروري لمنع العيوب الخلقية التي قد تظهر في الجنين لذلك يجب على النساء الحوامل إدراج الأفوكادو في نظامهم الرذائي وذلك لمحتواه من الفولات حيث يعمل الفولات على نمو الجنين بشكل صحي أشرت العديد من الدراسات أيضا أن حمض الفوليك يقلل من خطر الاكتئاب كما أن الفولات يعمل على منع تركم الحمض الأميني وتعمل هذه المدة في إعاقة الدورة الدموية ومسار إيصال المواد الغذائية إلى المخ ثبت علميا أن الأفوكادو يساعد في الحد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان حيث يوفر الأفوكادو عنصر الفولات الذي ربطت الدراسات العلمية المختلفة بينه وبين انخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون والبنكرياس والبروستاتا بالرغم من أن الآلية الكامنة وراء هذه العلاقة غير معروفة إلا أن الباحثين يعتقدون أن الفولات يحمي من الطفرات في الجسم خلال انقسام الخلاي من فوائد الأفوكادو المهمة أنه يعمل كمطهر ومعقم للجسم فالألياف الرذائية الموجودة فيه تحفز حركة الأمعاء بالتالي تساعد في التخلص من الفضلات الموجودة في الجسم عن طريق عملية الإخراج كذلك الألياف الموجودة في الأفوكادو تساعد على الهضم بشكل صحيح وتصبح الأمعاء أكثر صحية القوام الطري الخاص بالأفوكادو واحتواءه على الألياف الرذائية الهمة تجعله من الأطعمة الضرورية لتحسين عمليات الهضم فتناول الأفوكادو من شأنه أن يساعد في الوقاية من الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي الأطعمة التي تحتوي على الفولات مثل الأفوكادو تمتاز بقدرتها على خفض خطر الإصابة بالاكتئاب تناول الأفوكادو يساعد على الحفاظ على البشرة نظرة وذلك بسبب احتواء الأفوكادو على فيتامين سي وفيتامين إي والذي يحافظ على نظرة البشرة هل تعلم أن تناول نصف حبة أفوكادو متوسطة الحجم يمد الجسم بما يقارب 25% من الحصة اليومية من فيتامين كيه هذا الفيتامين له أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة العظام فهو يدعم العظام ويساعد في زيادة انتصاص الكاسيوم مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وترققها من فوائد الأفوكادو العديدة أنه يحمي من الإصابة بالأمراض المزمنة وذلك بسبب وجود الألياف الرذائية فهذه الألياف تقلل من خطر الإصابة بكل من ضغط الدم المرتفع والسكري والسمنة والعديد من الأمراض المزمنة الأخرى المخاطر الصحية كما هو الحال مع العديد من الفواكه الأخرى فإن الاستهلاك المفرط للأفوكادو قد يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب نسبة الدهون العالية الموجودة فيه على الرغم من أنها دهون صحية غير مشبعة بالإضافة إلى ذلك قد يكون بعض الأشخاص المصابين بالحساسية من الأفوكادو وتظهر عليهم بعض الأعراض مثل انسداد الأنف، صعوبة التنفس والسعال وفي مثل تلك الأحوال، يجب أن يتجنب الشخص تناول الأفوكادو في نظامه الرذائي طريقة تحضير عصير الأفوكادو يتم تقشير وتقطيع الأفوكادو ومن ثم يتم وضعه في الخلاط مع الحليب والسكر والثلج ومن ثم نقوم بخلطهم معاً حتى يصبح لدينا خليط سائل مع بعض الكثافة يستخدم الأفوكادو في تحضير العديد من الأطباق مع الدجاج وكذلك مع السلطات والشوربات ويتم تحضير الآيس كريم كذلك لتتمتع العائلة بالمذاق الرائع والمحبي مع الفائدة العظيمة له بعد أن تعرفنا على فوائد الأفوكادو المختلفة من المهم إدراج الأفوكادو ضمن نظامك الرذائي نتمنى لكم الصحة والعافية أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر